بسم الله الرحمن الرحيم سوف اشرح كيف تسجل ملفات 32 بيت على نظام 64 انت تشوف ترى هذا النظام 64 بيت ويندوس 8 كيف سجل المكتبة بعد هذه مكتبة رفض تسجيلها يقول لا يمكن تسجل هذه المكتبة بعد ان عملت لها سجل لان كيف سجل اذهب له هذه الارتكال الخاصة بميكروسوفت واقرأ المطلوب من هذه الارتكال الكلمات المهمة يقول لك اعمل لها run as administer البرامج تعمل لها لما تيب تنصيبها يحتوي على ملال ديرال تعمل لها run as administer والامر الثاني يقول لك اذا شغلت نظام بينات 32 بيت على نظام 64 بيت عليك ايش تنقل ملفات الديرة التي تريدها الى system هذا شوفه بينات 32 system وحاله اذا انا سوف مالا اغل بعد ان نصبته وفشلت في تشغيل البرنامج وانا ارى هذا البرنامج الخاص بمنصة بهذا المسأل هذا البرنامج منصة شغل نصب وانا اخذ هذه الملطقة اخذ هذه الملطقة هذه الملطقة وانا ادريها الملطقة خذيها استفاز كيفية تشغيل البرنامج وهي هذه وانا اعمل لها copy انتقل الى system انتقل الى system وانا اعمل لها نعم 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 هذا. وأعمل لها نسخة أخرين. كما قال لي هو بالمؤثقة. system wo 64. من هذا. أعمل لها كوي. الآن انتهيت منها. نسخة لها المسارين. الآن كيف وسفعها. آتي إليها إن هي موجودة. هذه. ستبقى أقول له. سفرن不知道. آآآكست. ناكس. 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 لهغ Goghrat. تSPكت. هذاّ.